وكمان على ذكر الإنجازات برضو من الأسماء اللي ابتدت تتكرر وتتردد بشكل مشرف جدا في الفترة الأخيرة برضو مايار شريف لعبة منتخب مصري للتنس اللي حققت إنجاز جديد بعد ما توجت بلقب بطولة كبيرة بتستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 10 إلى 15 من مايو الجاري واستطاعت البطلة المصرية التتويج باللقب بعد الفوز على الأمريكية فيرا برناردا المصنفة رقم 116 عالميا فازت عليها بمجموعتين من دون رد في المباراة النهائية بنتيجة 6-2 و6-4 لتتوج باللقب في إنجاز كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالمناسبة باللقب ده بتدخل مايار شريف لقائمة أفضل 50 لعبة محترفة في التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسارتها هي الشخصية وعموما بالنسبة لكل لاعبات التنس المصريات عبر التاريخ طبعا مليون مبروك لها أنا مبسوطة جدا أن الأسماء مؤخرة اللي بقينا نطرحها لك أبطال مصريات يعني أسامي نسائية فده ندل على تطور فكر الدولة وتقدم الثقافة في الدولة والاهتمام من قبل القيادة السياسية والاهتمام من قبل الأهالي ومن قبل المؤسسات المختلفة لأن الموضوع ما يطلعش فجأة أنت عرف مش حاجة كده بتختلف فجأة لكن في شغل كان بيحصل عشان نوصل لهذه النقطة نسمع عن بطلات كتيرة جدا يعني مصريات قدروا أن هم حققوا ويرفعوا اسم مصر في الخارج كمان وبوي يعني في محافل دولية زي ما بيتقال في حاجة أكيد أكيد مشجعة كمان للأجيال الصغيرة موسيقى